اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لماذا سيخرج الناس يوم القيامة من قبورهم مسرعين ولماذا شبههم الله عز وجل بالجراد المنتشر السلام عليكم مشاهدين الكرام يوم القيامة هو يوم يبعث الله عز وجل فيه الناس لحسابهم لتجزى كل نفس ما عملت وليعرف جميع الخلق أن وعد الله حق وأن الجميع محاسب على أعماله وهذا اليوم هو يوم القيامة يوم القيامة يوم عسير على الكافرين وخاصة على الظالمين والطغاة والعصاة حتى لو كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يخرجون من القبور مسرعين أذلاء خاشعين يتساءلون من أخرجهم من قبورهم بينما المؤمنون الذين خافوا الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا يرسل الله عز وجل إليهم ملائكة تطمئنهم في كل مرحلة من مراحل الآخرة حتى لا يصاب بالخوف والرعب لقول الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وسيخرج الناس من قبورهم حفاة عراء قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنكم ملاق الله حفاة عراء غرلا وتكون الأرض قد تبدلت واختفى عنها كل معلم من جبل أو تلة أو هضبة وأصبحت ملساء صلبة مستوية يتساوى في ذلك اليوم الأمير والغفير والملك والوزير قال الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كما ينادي الله عز وجل عباده يوم القيامة فيأتوه جميعا صاغرين لا يتخلف منهم أحد قال عز من قائل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثتم إلا قليلا ويبعث كل واحد منهم بحسب ما مات عليه فمن مات وهو حاج يبعث ملبيا ومن مات وهو شهيد يبعث بدمائه حمراء عليه ومن مات موحدا وهو يقول لا إله إلا الله يبعث عليها يوم القيامة قال رسولنا ومعلمنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لذلك كان من السنة تلقين لا إله إلا الله للميت حتى يبعث عليها برحمة الله عز وجل وقد وصف ربنا سبحانه وتعالى الحشر بأنه هين ويسير وأهون عليه من خلق الناس قال ربنا عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ويبدأ الناس بالخروج ويذهلون بما يرون من تبدل وتغير الأرض ولا شيء كما كان عليه من قبل فيقول العصاء يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال ابن بازر رحمه الله إن الله عز وجل أخبر في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصوب يوفضون في سورة المعارج أخبر عز من قائل أن الناس يخرجون من الأجداث إذا سمعوا الصيحة وهي نفخة البعث النفخة الثانية يخرجهم الله عز وجل من قبورهم ومن كل مكان ويجمعهم جل وعلا يوم القيامة والله أعلم بكيفية ذلك المقصود أنهم يخرجون حفاتا عراتا غرلا كما جاءت به الأحاديث النبوية الشريفة حفاتا لا نعال لهم عراتا لا لباس عليهم غرلا غير مختوني حتى يقضى بينهم وأول من يكسى من البشر يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما أخبر بذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عثيمين رحمه الله إنه في قول الله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فهذا من أدق التشبيهات لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يمينا ويسارا لا يدري أين يذهبه فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه بينما هم في الدنيا لهم قائد ولهم أمير ولهم موجه يعرفون به طريقهم وإن كان طريقا فاسدا وبعدها تكون الطامة الكبرى وبداية رحلة العذاب لمن يستحقه الذي يتضاءل أمامه نعيم الدنيا مهما كان كبيرا قال ربنا عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وهذا ما يقوله المشركون والمجرمون عند قيام الساعة حقا وقد صور الله سبحانه وتعالى موقفهم يوم القيامة في القرآن الكريم بقوله جل جلاله ويوم تقوم الساعة يقاسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وهذا عندما يقارنون مدة بقائهم في الحياة الدنيا مع إضافة مدة بقائهم في قبورهم في حياتهم البرزخية مهما طالت فهي لا تساوي من أهوال الآخرة إلا ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم واليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم قال الله عز وجل عنه في كتابه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وهو دليل على الكثرة والانتشار والضعف والتخبط وموجان بعضهم في بعض وكذا الذلة والاضطراب والتطاير كتطاير الفراش إلى النار وقال الإشبيلي رحمه الله تذكر يا عبد الله في حيرتك وانكسارك وذلك وافتقارك وقلتك يوم لا تجد إلا عملك الذي عملت وسعيك الذي سعيت فالناس يخرجون من القبور يتبعون الداعي والداعي ملك موكل من الله عز وجل وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طاها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهذا الملك يدعوهم إلى الحضور للحساب ويسمعون صوته فيتبعونه أي لا يحيدون عنه ولا يميلون لا يمينا ولا شمالا أي إن الناس خفضت وسكنت وسكتت هيبة لله تعالى وإجلالا وخوفا وتعظيما فلا تسمع إلا همسا أي في ذلك اليوم لا تسمع صوتا عاليا بل لا تسمع إلا همسا صوتا خفيا أو صوت الأقدام إلى المحشر فكل دنيانا ذاهبة ونحن سنصير إلى هذا اليوم اليقين قال الاشبيلي رحمه الله فتخيل يا عبد الله قيام الناس وثورانهم من قبورهم دفعة واحدة وانبعاثهم مرة واحدة وأنت بينهم وفي جملتهم منكسفا وجهك متغيرا لونك متعثرة قدمك قد ملئ قلبك فزعا وقصم ظهرك ذلك المستمع وأنت حيران عطشان سكران قال ربنا عز وجل في سورة الحج وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أي إن الإنسان شاخص البصر نحو النداء مستمع لذلك الدعاء ولو وجد الإنسان مطارا لطار ومفرا لفر وهكذا يحشرون إلى ربهم عز وجل ويقومون من القبور عرع وهذا اليوم لا يوجد أحد جالسا ولا مطجعا كل الناس واقفون في ذلك اليوم وسيكون اليوم بخمسين ألف سنة قال ربنا عز وجل في سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ففي هذا اليوم تطوى السماوات وتذوب بعد ذلك ذوبانا تقطر منه وتتغير ألوانها إلى الحمرة والزرقة والصفرة وردة كالدهان متغيرة الألوان تذوب وتقطر وتكون السماء كالمهل وذلك في قول الله عز وجل في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فيوم القيامة وبعد الخروج من القبر عند البعث للحساب فلا فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا هروب فهذا اليوم لا يفيد الإنسان سوى إيمانه بالله عز وجل وعمله الصالح فكل إنسان سيرجع كهيئته يوم ولدته أمه حتى إن الغرلة ترجع وإن كان قد اختتن صاحبها في الدنيا تحقيقا لقول الله عز وجل في سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده فاللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا وتقبل منا صالح الأعمال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبتنا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة